صباح الفل يا شباب الاخبار عاملين ايه دلوقتي النهاردة معانا زي جزء جديد وبيتكلم عن حاجة theoretical شوية بس انا هحاول ابدأها في الاول بيه بموضوع storytelling يحكي ده القصة وبعد كده القصة اللي نخش فيها بالتفصيل احنا عايدين اتكلم على ايه احنا عايدين اتكلم على حاجة اسمها development of government rule in the economy يعني تطور الفكر الاقتصادي في عملية دور الحكومة يطبع فيه ناس زمان كانت شايفة دور الحكومة ايه كبير او عمل ازاي ودولة احنا شايفين دور الحكومة ايه بالزبط طبعا التطور ده حصل على مدار التاريخ يعني مثلا هنرجع لاخر خمسمائة ستتين ايه ستمائة سنة وراء ونشوف ايه اللي حصل ها للفكر الاقتصادي في موضوع من government rule يعني government rule دور الحكومة في الاقتصاد فانا عايدك بس كده ايه تستمتع كده بالقصة اللي انا هحكيها لك على مرة تاريخ كده اوكي طيب احنا هنبتد يا جماعة من ان زمان خالص زمان خالص كان فيه فكر عندها اسمه فكر المركنتلزم فركر المركنتلزم ده ظهر في حوالي اواخر الكرد من 15 و 16 يعني ارجع ايه اكتر من ايه 600 و 700 سنة ايه كلمة مركنتلزم جاء من كلمة يعني ايه مركنتلز تجار فدايما التاجر عايز ايه التاجر عايز ها يبيع كتير يصرف قليل ويكسب كتير ده دايما فكر اي تاجر ها انا عايز ايه دايما اماكسمايز البروفيت اللي هو الارباح بتاعتي فعايز ابيع كتير واصرف قليل اوكي الكلام ده هما فكرتهم بقى عن التجار او عن الاقتصاد نفسه احنا شايفين ان الدول ما لها تحاول تنتي كتير وتصدر كتير يعني اعمل ايه تصدير للدول احواليها كتير واستورد كمية او ليلة من السلع احاول على قد ما قدر ما استوردش من الدول التانية حاجات كتير بحيث ان انا يبقى عندي حاجة اسمها دهب معايا يعني ما فكرتهم دايما احنا عايزين ان يبقى عندنا دهب كتير اوكي ليه بقى لان نرجع ها لسبعمائة سنة ورا فكان هو الولث نفسها اللي صاروا مش بتقاس بفلوس مش بتقاس بعملاته رقية ولا بقى اي حاجة بتقاس بالدهب انت معاك دهبت داي اذا انت غني انت غني اذا انت قوي معايا فهو دا كان فكرهم الغني هو ايه هو القوي هو اللي معاك دهب كتير والدهب الكتير ده هيجي لنا لما احنا نصدر ايه كتير ونستورد قليل طبعا نعمل الموضوع ده ازاي قالك ساعتها محتاجين بقى مين الحكومة طبعا نرجع ايه لانتلاق اكتب من سبعمائة سنة فاته كان ساعتها الدول كلها دول ملكية يعني الدول كلها ماشية بالنظام الملكي بفيش انتخابات والجو ده فايزا الملك هو الحكومة اوكي فالحكومة بتاخد اوامرها من الملك اللي هو ماله شخص قوي جدا ومسيطل على البلك كلها فبالتالي ايام المركنتلزم كان دور الحكومة ماله كبير جدا كان دور الحكومة كبير يعني هو الملك بالنسبة لنا فهو اللي بيقرر كل حاجة بيقرر ايه يقرر بقى هندفع درائب الدي ايه هنصدر الدي ايه هنستورد الدي ايه ازا كل القراءات دي في ايدنا الحكومة اللي هو ايك والمين الملك يبقى ايضا في الفكر المركنتلزمي كان فكري برضو بيشجع على تدخل الحكومة بشكل قوي عشان ان هي تحاول تخلي البلد غنية عشان البلد الغنية هتبقى بلد قوية وساعتها ايه هاي بقى احنا ملكين الدنيا حتى لو اضطر الموضوع اللي احنا نحارب يعني نحارب ساعتها بقى ظهر الفكر اللي هو ايه الامبرياليزم اللي هو يبقى فيه فكري يعني السياسة اللي احنا نحتل دول تانية عشان ايه نشفة الموارد بتاعتها لما اوروبا جت ايه تحتل افريقيا عشان تاخد كل الموارد اللي حلتنا وتبقى هم الاغنية واحنا الفورة هاي اللي احنا الضعفة اوكي ده فكري تايما انا هتقولي ده فكري مش اقتصادي او اقولك صح ده فكري مش اقتصادي قوي الفكري ده يعني اغلبه فكري تجاري او هاي سياسي طب فدلنا ماشيين بالايه بالمضوع ده لحد ما جات حاجة اسمها الثورة الفرنسية طب ايه اللي حصل في الثورة الفرنسية ده يعني اكبر ملك ساعاتها في اوروبا ماشي الملك لويس رح هم اعدموه فانتهت بالنسبة لهم فكرة الملكية ان يبقى فيه شخص متحكم في كل شيء وظهر بقى فكر الحرية احنا عايزين حرية في كل شيء عايزين حرية في التملك عايزين حرية في اتخاذ القرار عايزين حرية في الانتاج فظهر فكر اسمه فكر الفيزوكراتس او ناتشراليست يعني ايه الفكر الطبيعيين طبيعي مش معانا لهم يعني نورمال لا طبيعيين لهم بيحبوا الطبيعة الطبيعة ان هي بفاش حكومة فبالتالي احنا مش عايزين حكومة اوكي يبالفكر الايه الفيزوكراتس او الناس اللي هي بتشاجع ان كل حاجة ترجع للطبيعة هم شايفين بقى خلاص نرجع للانسان كما ولا دهته امه وبتاع واحنا كل واحد عنده حرية حرية يعمل ايه الشي اللي هو عايزه بدون اي تلخل من حكومة فدور الحكومة اقتصر على حاجات بسيطة جدا يعني هتعملين لنا شوية جيش وشرطة نأمن بهم الحدود ماشي اكتر من كده مش عايزين اوكي يبال اذا ان ده كان فكر ايه ظهر ها في خلال الصورة الفرنسية في القرن السبعتاشر الفكر ايه زي مؤتلك دور الحكومة كان كبير في الميركنتلزم وقولنا خلاص ننسى الكلام ده كله بعد ايه بعد ما دبحتنا الملك ونظهر فكر جديد فكر الايه الحرية ماشي ده اللي هو مين ها بنسميهم الفيزوكراتس او الناتشورليست هتقول الفكر ده برضا انا مش شايف ان فيه اقتصاد يعني ده ناس ده بحث واحد وقاله حرية حرية اقولك صح لحد دوقتي هم معاملوش يعني ما شرحنا ناش ها هو ليه الحرية دي هتخلي الاقتصاد يبقى كويس واصلك انا بقولك احنا مش عايزين اي تدخل حكومي تب اثبتلي اثبتلي انه لو الحكومة ما تدخلتش ها ده يبقى شيء كويس للاقتصاد فاجي ناس بعدهم الناس دول اسمهم ها الكلاسيكل الكلاسيكل اللي هو واحد اسمه ادم سميس طب ادم سميس شاف ايه شرح بقى ده ادم سميس ده مؤسس علم الاقتصاد يعني ايه ده هو اللي حط مبادئ الاقتصاد اللي انت معظمها تدرسها دلوقتي فهو كان شايف بالنظريات بقى انه هو ممكن اثبتلك ان الحكومة يبقى دورها قليل ده شيء مفيد للاقتصاد ليه بقى لان هو كان شايف ان الماركتس ار افاشن يعني انت سيب الحاجة للسوق السوق هيعرف يسعارها صح وينتجها صح معايا سيب الموبايلات للسوق هيعرف ينتج اني الكمية ويبقى باني سعر سيب الملابس للسوق هتعرف تنتج اني الكمية واني سعر فكان شايف الماركتس ار ها افاشن ان الاسواق فيها كفاءة وكان شايف ان بفيش تعارض بفيش تعارض ما بين مصلحتك الشخصية ومصلحت المجتمع يعني ايه يعني انا مسلا مصلحت الشخصية كمثال أنا مصلحة الشخصية أنا رجل فتح مصنع أنا عايز أنتك كتير وأكسب كتير أنا هو عايز أبيع كتير وأكسب كتير واجيب بروفيت واجيب أرباح تمه المجتمع برضو عايزك تنتك كتير حلو قوي يبقى مصلحتي هي برضو مصلحة المجتمع فقل لو كل واحد شف مصلحته شوف سبحان الله لو كل واحد شIF مصلحته مصلحته promo مثلا يشتغل أو أن هو ينتك كتير أو أنه هو مش عارف يصعر الحاجة صح وكذا فلو كل واحد شاف مصلحته هي برضو مصلحة المجتمع هتتحقق في العاخر وظهر مبدأ اسمه الايه الهدن هاند اللي هي الايدي الخفية ان كل واحد بيحاول يعمل لمصلحته الشخصية بس هو من غير ما هو ياخد باله هو برضو بيعمل لمصلحة المجتمع طبعا مشيرنا بالنظرية دي فترة طويلة جدا معي برضو جاد في آخر الكرنة 18 يعني من ايه من 17th-18th century فضلنا ماشيين بيها فترة طويلة فهم سألوا الناس اللي هو ابتو عالم اسميس قالوله تاب افرد البلد يعمل دخلت في ريكود افرد يعمل السوق نام افرد ان حصل اي مشكلة اقتصادية قالك بص يبقى فيه حاجة اسمها ايه automatic adjustment اوتوماتيكي كده البلد تاني هترجع لحالة ازدهار الريكود ده هيبقى شيء زي مال ومؤقت والوحدنا كده هنرجع لازدهار تاني قالوله خلاص مصدقينك لحد نما جت الحرب العالمية الاولى ففي الحرب العامية الاولى اوروبا كلها اتدمرت صديات معظم دول العالم راحت في دهية البلاد كلها دخلت في recession فاحنا مستنين ايه مستنين الاوتوماتيك يا جماعة يعني من الاوتوماتيك هنطلع من recession ال expansion ازاي يلا يا اقتصاد يلا يا اقطاع خاص يلا عايدين شديننا كده على كده فقط طلعنا تاني اه حرب عالمية من اكتر حروب الدموية في التاريخ بيقولك ده الشراء كده اللي احنا مش عارفين الارقام بس بنقول عشر مليون مات والله اعلم ممكن يبقى اكتر كل شيء نكتشف جسس بيقولك ماتل حرب العالمية الاولى اه انا لو راجل اعمال معايا فلوس وبعد الحرب العالمية دي يا طرح تفتكر هاب دي بها مصنع ولا حاول اشارها في حضن كده فالاجابة ان كان معظم الايه القطاع الخاص معظم القطاع الخاص او الناس اللي هوا مين ال private sector ها كانوا محتجزين الفلوس كده ومحوطنها وكل الناس خايفة تعمل investment لا يا عم السسمار ايه دلوقتي ده مش وقته خالص ده وقته حرب وبتاع وقت اللي كل واحد يستخبه ها جنب فلوسه فايزا ساعتها اثبتنا ان ايه ها ان الاقتصاد مش عارف يتعافى بنفسه ان الاقتصاد مش عارف يتعافى بنفسه وساعتها دخلنا في ايه في severe unemployment يعني ايه unemployment يعني بقى ايه بقى الناس كتيرا مش لقى شغل ليه مش لقى شغل لانه بقى فيش مصانع طب ليه بقى فيش مصانع لانه بقى فيش استثمار لان احنا معتمدين ان القطاع الخاص بس هو اللي بيوفر للإستثمار ده حسب كلام مين عدم smithful classical فانا معتمد عليك يا رجل العمال يلا يا صويرس يلا يا كذا يلا كذا ابننا مصنع عايزين نشغل الناس طب انا مش بقى لي مصنع خلاص الناس ما لها ها عطلة لحد ما جيه بعد حاجة اسمها great depression اللي هو بنسميه كساد العظيم اللي ظهر فيه البطالة ها الرهيبة دي ها great depression ظهر اقتصادي اسمه مين ها كينيز كينيز عمل حاجة اسمها modern economics او modern capitalism كينيز قال يا جماعة على فكرة زي ما القطاع الخاص مهم القطاع العام مهم زي ما القطاع الخاص مهم القطاع العام مهم يعني زي ما الايه ها ما المستثمرين دول مهمين الحكومة برضو مهمة ليه بقى لان لو ده عائتل لو ده مش شغال لو ده خايف لو ده مرتعش كده اه الحكومة تخش تبني مصنع الحكومة تخش حاجة بالسياسات بتاعتها نحاول احنا نحاول احنا نشجع الاقتصاد يطلع بحاجة اسمها السياسات بتاعتنا مين هي السياسات بتاعتنا حاجة اسمها fiscal policy والmonetary policy اللي هو مين فكين اللي هو government spending والتاكسيز والكلام ده كله انا كحكومة هعمل انفاق حكومي هعمل جيه عشان احاول اشجع ان الاقتصاد ماله يزيد فايزا زهر فكر اسمه الفكر الكنيزيان اللي هو بيقولك ان برضو ايه دور الحكومة مهم جدا في الاقتصاد كان دايما اللي ايه الكلاسيكا اللي هم كلمة كده مشهورة جدا اما حد يقولهم هواحنا امتى يا جماعة نرجع الوتوماتيك ادجسمنت يعني امتى الاقتصاد هيعدل نفسه يقولك في اللونجران هواحنا امتى هنتعافى يقولك في اللونجران يقولك تب ايه يقولك عالماله الطويل عالماله الطويل لحد اما كان ازئال جملوط المشهورة ها يعني ما تعشمنيش بعد عشر سنين وبعد عشر سنة اللي ممكن يحصل احنا ولاد دلوقتي خلاص فاولاد دلوقتي ما فيش قطاع خاص شغال كويس الحكومة ايه تسنب معا يبقى ايزا لو شرحنا تطور الفكر الاقتصادي كده ها في اختصار قبل بنعمل بقى بالكلام وبالكتابة والحاجات اللي احنا عايزين كلها ابتلينا بحاجة اسمها المركانتليزم اللي هو ايام الملكية وايام الفكر التجاري كان شايفين الحكومة اللي هي الملك لدور كبير بعد كده خلنا في حاجة اسمها الفيزوكراتس او الناتشوريست ان هو الناس الطبعيين كان شايفين انه ايه الحكومة ملهاش اي دور في الاقتصاد اوكي بعد كده تطورنا شوية الحاجة اسمها الكلاسيكال ادم اسميس قالك يا لا دور بس دور ماله صغير لان القطاع الخاص بحاجة اسمها الانفزوبل هاند ده والايدي الخفية وبتاع هيعرف يخلي الاقتصاد ماله يزيد او الدنيا تتحسن بعد كده حصل ومشكلة بتاعة الكساد والكلام ده كله فظهر مين الكنز الكنز رجع تاني دور الاقتصاد قالك ده ايه ده شيء مهم ها عندنا عشان احنا ساعات ممكن نخش ونطول فيه وما يبقى الاقتصاد ايه والقطاع الخاص ماله ما يسعفناش اوكي ده ملخص صريع كده تعال بعد الوقت نرجع لبورت بتاعنا وتعال نكتب بايدنا هو ايه اللي حصل بالزبط